تعالوا نبدأ مع الأنشطة اللي بدأ بيها السيد الرئيس اليوم ووجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون الانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الحديثة أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري للدولة وهنا فعلاً نضع خط لأنه مش معقول أنا هنتقل إلى العاصمة الجديدة وأمشي بنفس دولاب العمل بأداءه وموعيده وطريقته وبالمنتج الأخير بتاعه وبالتالي لازم يكون فيه تحديث كامل ويكون فيه أداء مختلف يشمل ويبقى ماشي مع الحداثة مش بس اللي موجودة في مصر كمان اللي موجودة في العالم جاء ذلك خلال لقاء السيد الرئيس مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزراء والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزراء والقطاعات للعاصمة حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية بينما تستعد بقية الوزراء والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة أستأذن حضراتكم نتابع هذا التقرير ونعود ونستكمل أيضا نشاط الرئيس لهذا اليوم عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة حيث وصل عددها إلى أربع عشرة وزارة وجهة حكومية بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء أكفاء العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة التي تم تشهيدها في العاصمة الجديدة وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام